مرحبا برج العذراء سننظر الى الصعيد المهني الصحي العاطفي القانوني العملي حتى اي جوانب او رسال خاصة تنتظركم بالكترة القادمة القرار ستكون الطالع الشمسي والقمري الاولوية للشمسي اذا لم يتطابق معك توجه نحو القمري الطالع الى اخرة اول كرت تسعة الاغصان مشيت 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 مشوار طويل فما لا داعي القلق ما لا داعي في اخر لحظة تفكر في الانسحاب تفكر في ان تهدم كل اللي بنيت لحد هاي النقطة في حياتك وان كنت تعبت يا برج العذراء وصلت الى التسعة وان كان عندك قلق فان تهدم كل ما بنيت لحد الان بداعي بداعي القلق بداعي انك لحد الان ما وصلت مع الشخص اللي في بالك او في الحياة العملية في التجارة في المهنة الى ما تريد ولكنك شارفت على الاصول هذه هي الرسالة الاولى لك التزم عندك كرت المأبون كرت عقد الزواج برج العذراء مطلوب منك جدا في الفترة القادمة ان تلتزم بالامور اللي استفمرت فيها لحد الان انت وضعت الكثير من الجهود في هذا الجانب احتمون ممكن يكون جانب عملي من اجل ان تتزوج شخص ما من اجل ان تحصل على وظيفة في بالك مشروع معين دخل معين انت مشهد مشوار طويل حرام انه تسمح لي القلق الفزع التذكير في المستقبل بكثرة هو اللي يسبب لك هاي الناعة من التوتر حرام انه تخليه يهدم عندك بناية بناء استثمرت الكثير من الوقت والجهد فيه لما نشوف كرت المأذون مطلوب مننا ان نعيد تحديد معتقداتنا هل احنا فعلا لحد الان نعتقد ان الشيء اللي في بالنا رح يتحقق او نعتقد ان هذا الشيء اصلا ما كان سيأتي الينا يتحقق عشان ابدا احنا يقول لك ابحف في داخل نفسك اذا انت حتى لوضعت كل الجهود المطلوبة ولكن في قرارات نفسك دائما تفكر انك ما رح تنجح ما رح توصل تحبط نفسك داخليا هذا هو السبب الاساسي هذا هو المعتقد اللي قاعد يوقفك يشكل عائقا امامك من ان تصل الى العشرة تصل الى اكتمال مرحلة معينة تكون ايضا مستعد بعدها الى المرحلة الجديدة خلا نشوف اكثر ونوضح الرسالة ممكن تكون على الجانب العاطفي اذا كانت على الجانب العاطفي وعندك كرة المأذون هنا يطالب منك او المطلوب منك في التارو ان تعيد تقييم تصرفاتك الخاصة معتقداتك بخصوص الشريك اوكي عندك كرت الزاهد البحثة عن النجمة اوكي كرت الزاهد موجود تحت كرت تسعة الاقصان هنا يقول لك انت وجدت ضالتك انت في مكانك الصحيح في الوقت الصحيح انت على الطريق الصحيح فلا تتنازل الحين ولا تنسح بالحين ولا تعيد او تشكك في نفسك الحين مو بعد كل هاي المشوار اللي انت مشيته مع هذا الشخص او في هذه الوظيفة نعم انه مو فيها بطيء في هاي العلاقة في ان تشوف نتائج او ثمار افعالك لحد الان هذا الجانب بطيء نعم التارو يتفق معاك ولا يغير الحقيقة التارو هني ما قاعد يجاملك عن الحقيقة قاعد يوعيك ان انت اقتربت في مرحلة اقترب وان كان بحذر وان كان الامور تأخرت عنك النتيجة لحد الان ما صارت ولكن كأن ما في شخص يضحك عليك هني بس مو يضحك عليك كيتشمد فيك لا في شخص عندما يعرف ان انت تريد ان تهدم ما بنيته تهدم علاقة استثمرت فيها الكثير من الوقت والجهد زواج معين وظيفة معينة تريد ان تتركها لان ما لقيت على المدى القصير النتائج اللي تريدها في شخص اكثر حكمة منك سيضحك عليك رح يظهر لك ان انت شوي مستهتر ما رح يتقبل اي جزء من كلامك لانه عنده نظرة العامة النظرة العامة اللي هني موجودة في الترو هذا الشخص يمتلكها هو صاحب خبرة في حياتك رح يوعيك انه مو هذا هو الحل اذا ما حصلت على شيء في حياتك هذا الشخص رح يقول لك يعني اذا ما صار اللي في بالك رح تنسحب يا برج العذرة هذا هو الحل رح ايضا يلقبك بالمنسحب اشوفه يضحك عليك ويلقبك بالمنسحب الغصن الاول لانه ما يعرف والترو يعرف باقي انت تعرف يا برج العذرة انه ما تشتهي وما تستحق عشان تصل الى الغصن اللي باقي لك واحد وتختم هاي العملية والمرحلة بنجاح موجود في الجهة الثانية ولكن كأنما انت تفكيرك او الاتتتود مالك طريقة تفكيرك ردات افعالك الامور اللي تخبر فيها نفسك التحبيط نزين هو اللي قاعد يمنعك وصلت الى التسعة قاعد يمنعك ان تصل وتضيف الواحد الى مجموهاتك هذا الشخص يدري وكأنما ايضا يضحك عليك هنا اشوفه في الصورة يضحك عليك لانه تريد ان تنسحب من شيء انت سويته لنفسك هذا كله من صنع يديك هذا البرج لكي تذهب وتبني مثل هذا البرج في مكان ثاني هذا الشخص يرى انك انت برج العذراء صاحب لماط متكرر دائما يرى انماطك المتكررة ان انت عندما تتعب تنسحب ان انت عندما تتعب تفقد الامل فهني كأنما يقول لك خذ وقت خذ بريك فترة راحة فكر في الامور مو شرط تقرر كل شيء الحين او بكرة خل الامور تهدأ تعال كلمني بخصوص الاستقالة بخصوص الانفصال بخصوص الكلام اللي قاعد تب تقوله عندما تهدأ يا برج العذراء عندما تكون في الطاقة المستقرة الطاقة الهادئة المتزنة اللي تعي ماذا تقول تعي ماذا استثمرت فيه تعي شنو راح تتخلى عنا لما تقول هذا الكلام لانه عارف ان انت الوحيد اللي قاعد كأنه ما تغلق على نفسك ان يأتيك الغصن الاخير عشان تكمل بناء هاي المرحلة ممكن تكون علاقة ممكن تكون وظيفة على الجانب العملي تجارة خذها بما يناسب حالتك راح نرى على الجوانب الثانية اذا عندك اي رسالات اول كرت ملك الاكواب كريما في العطاء ملك الاكواب ما يعبر عن مشاعره بالكلام كثر الافعال اذا احبك سوا عشانك او فعل عشانك اوكي اوكي يقابل الفارس السيوف الفارس يريد كلام يريد وصف للمشاعر الفارس راح يتوجه تجاهك يا برج العذراوي يقولك ليش ما تقول لي احبك ليش ما تقول لي ايه ليش ما تعتذر ليش ما تقول لي انك اشتقت لي ليش ليش ما تقول ما هي مشاعرك تجاهي مشاعرك انت واضحة في افعالك ولكن هذا الفارس لا يفهم لغة الاكواب او الماء ولكن التحدث عن مشاعرك مرة اخرى يا برج العذراوي سيرجعك لطاقة الفزع الخوف القلق كأنما انت مرتاح ان تفعل كل شي عشان الشخص اللي تحبه الشخص الشركة الماصلة في حياتك ولكن خير قادر على ان توصل حبك بالكلام عندما يسألك عن الكلام او يواجهك رح تفزع تخاف تقلق تفكر انه يريد احتمال ان يرتبط بشريك ثاني ما درشلون انت تحللها ولكن هذا الشخص يريدك انت لما يواجهك باشياء معينة ليش انت ما تقول لي ليش انت ما تسوي لي بدل ما تعالج الوضع نفسه رح تفكر تذكير خاطئ بانه ما لا يريدك او تغير عليك او يريد ان يخرج من حياتك رح تبالغ في تقدير الموضوع ثمانية الاخصان ولكن الموضوع سينحل بسرعة كأنما انت في علاقتك مع هاي الشخص لا مخرج منه الا اليه سبحان الله مهما كانت في ظروف انتوا على وشك الانفصال فيها الخروج من العلاقة انت تكون مستعد هو يكون ممستعد وقت اللي هو يكون مستعد انت تكون ممستعد دائما واحد منكم تتبادلون الادوار في انه يتمسك بالعلاقة وقت الشخص الثاني اللي يريد ان ينسحب ولكن الانسحاب ليس بسبب قلة الحب الحب موجود وبعمق وبكثرة الانسحاب بسبب القلق دائما تسيئون فهم الطرف الثاني انت والشرك ولكن اخيرا وبرسالة غرام او برسالة نصية بينك وبينك راح تهدأ الامور في الفترة القادمة ان شاء الله واحد منكم راح يعبر عن مشاعره بصراحة بطلاقة راح يجمع بين الافعال والكلام الشخص اللي يقوم بهذا الشيء هو اللي راح يحل هاي المشكلة اللي صايره سيناريو ثاني ايضا اشوف ان بعضكم عندكم اتهم تزورا في المحكمة بشيء ما او حتى في الشرطة او بين الاهل في شخص اتهمكم زورا بشيء كبير مثل السرقة مثل الكذب الخيانة الاختلاص في اتهم كبير موجود او سيأتي في طريقكم ولكن في شخص او حليف غير متوقع شاهد غير متوقع شاهد شفش حاجة هني موجود رح يكون الى صفك رح ينصر الحق هذا الشخص وان كان في السابق علاقته مش ولابد معك ولكن عندما يشوف ان انت تحتاج الى مساعدته سيهرع الى مساعدتك لانه هو وان كان مختلف معك يرى طيبتك يرى انك انسان صادق مستحيل تسوي او تقوم بالفعل اللي رح يتهمونك في الاشخاص هذين اوكي ورح تحصل على النصر في نهاية الموضوع عندك ثمانية الاخصان وخلي الكرتات بسحب لكم كرت اخير تبع النصيحة الحب في كل مكان بالضبط في كل مكان بينك وبين الشريك احس بطاقة الحب في هاي القراءة there is love everywhere الحب موجود في كل مكان مو بس بينك وبين الشريك حتى بالاشخاص الى انت كنت تعتقد ان مختلفين معاك مش عاجبهم ولكن رح تكتشف قدرتهم على الحب لما يقوموا بمساعدتك في الفترة القادمة الحب موجود في كل مكان وفي كل الاوقات simply acknowledge this as truth تقبل هذه الحقيقة ما ادري ليش بس احس ان هني ملك الاكواب مع انه جدا محب للشريك للاشخاص لكل الناس اللي يلتقي فيهم ولكن دائما يحس انه هو لا يحب نفسه هو ما عنده ثقة بنفسه هو ما يهتم بنفسه هذا الملك ما ادري ليش بس احسه بهاي الطريقة حال الوقت ان انت تلتفت لجميع انواع الحب اللي موجودة في حياتك وايضا تعطي نفسك الحب قبل اي شخص ثاني تكون محب تجاه نفسك تقوم بالقرارات الصائبة من اجل نفسك يا برج العذراء شكرا عزيزي برج العذراء اسمنى لك للتوفيق واشوفكم